تصاعدت وطيرة الأعمال الإرهابية خلال الأشهر الأخيرة ومع تعدد الحوادث بات من الواضح أن يد الإرهاب اليائسة أصبحت تبحث عن أهداف سهلة في سلسلة أحداث روعت العالم واستنفرت قوى الأمن في العديد من الدول تنوعت الحوادث ما بين التفجير وإطلاق النار وزرع العبوات الناسفة والسيارات المفخخة بل حتى الدهس بالسيارات ولم تفرق يد الإرهاب الغاشم بين أطفال المينيا وسائح نيس ومتسوق ألمانيا ونساء البطرسية وما زالت تضرب وتريق الدماء على أرض الوطن ففي مصر وقبل أيام من بدء العام الجديد بأيام قليلة وقع تفجير انتحاري بالكنيسة البطرسية المتاخمة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث أقدم انتحاري على تفجير نفسه أثناء قداس الأحد فاستشهد على أثر التفجير 29 شخصاً ووصيب 31 آخرون بسبب عبوة الناسفة تزن 12 كيلو جرام أربعة أشهر لم تجف فيها دموع الوطن حتى ضرب الإرهاب من جديد هذه المرة أثناء الاحتفال بأحد الشعانين قبيل عيد القيام المجيد حيث وقع انفجار داخل كنيسة ماري جيرجيس في طنطا أصفر عن مقتل 30 شخصاً وإصابة 71 آخرين ثم لم تمضي ساعة حتى شهدت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية تفجيراً انتحارياً راح ضحيته 19 من رجال الشرطة والمواطنين من المسلمين والأقباط وأصيب 47 شخصاً آخرين ولم ينتصف عام 2017 بعد حتى وقع حادث المينيا الإرهابي صباح الجمعة عندما أطلق مجهولون النار على أوتوبيس يقل أقباطاً أثناء رحلة إلى دير الأنبا سومويل بالظهير الصحراوي الغربي في المينيا ما أدى إلى استشهاد 28 شخصاً وإصابة 24 على الأقل في إحصائية أولية وتبنى تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هذه العمليات عالمياً وقبل أيام كان هناك هجوم إرهابي بقاعة احتفالات مدينة منشستر البريطانية أوقع 28 قتيلاً وأصاب العشرات لم تكن تفجيرات بروكسل أيضاً عملاً واحداً بل سلسلة تفجيرات وقعت في الثاني والعشرين من مارس عام 2016 حيث وقع في مطار بروكسل الدولي تفجيران وتفجير آخر في محطة المترو في بروكسل ووقعت التفجيرات بعد يوم من القاء القبض على صلاة عبد السلام المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس عام 2015 وأعلنت المنظمة الأوروبية لسلامة الطيران والملاحة عن إغلاق المطار وإلغاء كافة الرحلات منه وأعلنت تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي أصفر عن مقتل 34 شخصاً وإصابة أكثر من 180 آخرين في الخامس عشر من يوليو عام 2016 هاجم أحد الإرهابيين بشاحنة حشداً في مدينة نيس جنوبي فرنسا مما أدى إلى وفاة أكثر من 84 شخصاً وإصابة مئة آخرين بجروح وشهدت ألمانيا حادث ذهس أيضاً في العشرين من ديسمبر عام 2016 أودى بحياة نحو 12 قتيلاً وعشرة القرحة لطالما نادت مصر مراراً وتكراراً بضرورة تصدي لظاهرة الإرهاب أمنياً وفكرياً على مستوى العالم إلى جانب مطالبتها بمحاسبة داعم الإرهاب ومموليه حتى يتم القضاء على هذه الآفة الخطيرة